التاريخ 24 عشرة 2018 أبيات رساء في الراحل المغيم عبد الرحمان سوار الضهب ربنا يتغبلوا بواسع الرحمة جوار جامع الحبيب روضوا بغيع أصحابه رقد البدر هم الدنيا قافي البابه سوارنا كافة العالم شعر بغيابه بالطاوع المكارم والعيوب بتهابه من زمنا طويل ركز علي القدامه وترك الدنيا أثبت بالفعل مو كلامه رغم ما كانت بين الآخرين مغامه متواضع النقي وحاسب حساب ليه قيامه جاتوا السلطة بأبسط سهولة وباها عبر الانتفاض الكل علم بنباها لا من جات ندايات الغني ولباها ما كبر جيوبه ستفه وعباه أفن حياته فيه التقوى والتواضع وطاعة ما تبع الغرور هم والدرابه جماعة الله يعينا نحن اللابعير لأبضاع بيصحوه وصلاح قبان ندق القاعة سوارا استحق اسم الدهب في صموده لا بكشف ولا الآفات بتقري بعوده والدلمشيخ الفتح الخلاوي جدوده قادة الدنيا ما خلالها فرصة تقوده كرسي السلطة بيه غيمه ومزايا زعامته قبل الحول يتم تركه ونزل بسلامته فرغ نفسه لعملا فريد فيه خامته صولات المحامد لاف عليها عمامته عاصر كل حكام البلد والساسة حضر الانجليز واكتوبر الحساسة بتشهد له المدافع كان دعت لفراسة يقدل بينها بيدون صافرات وحراسة الوطني طول فيها جهده وباعه ما ميز جماحته واستهم باتباعه رسن الفان يفكاه ونزل ماطا علاما جاور المختار ولاح بوداعه عسى يا واسع الرحمة الكريم مولانا تغفر زنبنا وترحم جميع موتانا نهتم بالرحيلة الدنيا مات الهانة تكون زودتنا في سروجنا وقربنا ملانا مع تحيات أبد الله وددريس